اهلا بيكون في حلقة جديدة وفيديو جديدة هنتكلم فيه النهاردة عن اهم نصائح وتحضيريات الابراج لشهر جون 2022 مع رشو مراد والنهاردة هنتكلم عن بورج الحمل الناري وهنتكلم عن شهر الحمل في الجون اولا عايز اقول ان انا بحب بورج الحمل جدا جدا ومي باس فريندز وقارب ناس ليه في حياتي هما من بورج الحمل فعايز اقولهم على الهواء انا بحبوكو جدا جدا هما اكيد عارفين نفسهم طبعا انا بورج الحمل بورج الحمل شهر جون 2022 انتو من الابراج الاكثر حظا في الشهر ده من الابراج اللي عندكو راحة عندكو طاقة حلوة جدا وخاصة اول 21 يوم يعني من يوم واحد ليوم 21 الشمس موجودة اورادي في بورج الجوزاء ودي وده بورج يعني صديق ليك او بورج حليف ليك فهيساعدك وهيديك باور حلوة جدا جدا يا بورج الحمل فحاولوا تستغله اول 21 يوم عشان عندكو انرجي عندكو طاقة عندكو حيوية عندكو قدرة على تخليص اي حاجة لو عندك اي حاجة عايز تخلصها it's good time والايام الاكثر حظا في الايام دي هتبقى perfect فانا شايفة ان هو شهر حلو جدا شهر مميز جدا بالنسبة لك احسن بكتير جدا جدا من شهر مايو شهر مايو كان شهر كبيس قوي على بورج الحمل كان شهر متعب كان شهر مورهق كان شهر عندك فيه طاقة مش احسن حاجة في الدنيا كنت مزعلان مش مبسوط مش فرحان كنت تشعر بالوحدة يعني بورج الحمل من اكثر المشاعر اللي كانت مسيطرة عليهم في شهر مايو 2022 هو الشعور بالوحدة وبالزعل بالحزن فانت الحمد لله ان احنا خلصنا من شهر مايو يا جماعة يعني قلولي فعلا شهر مايو كان شهر كبيس عندكو يا بورج الحمل ولا لا طيب احنا قلت فيه فرص كتير جدا ليكو في اول 21 يوم حاولوا تتمسكو بهذه الفرص عندكو طاقة افضل عندكو قدرة على انجاز الاشياء اجتماعياتكو حلوة اوي اوي عندكو شهرة كمان يا بورج الحمل يعني ناس بتشتغل في مواقع التواصل الاجتماعي عندكو شهرة الريتش بتاعكو هيعلم عندكو ناس بتحبكو اكتر هتبقوا فاميلير اكتر عندكو مشاهدين اكتر ا circumstances احبشو يا جماعة شكرا انجاز الليبرج وبصوا أنا لسه عندي حساسية ومحدش يعمل ماسك وهو عنده حساسية أنا الصبح عملت ماسك عشان الحساسية بتعتي زادت أكتر فيعني يلا بقى طيب فشايف عندكم قوة إيجابية بس خلي بالكم من يوم 21 ممكن الدنيا تتشقلب شوية تحسوا أنه في بطء تحسوا أنه حاجة مش ماشية تحسوا أنه عندكم انفعالية تحسوا يعني أنا عايزكم بعده يوم 21 تريلاكسوا خالص بلاش عصبية بلاش اندفاع بلاش خناقات بلاش زعل فأنا شايفة أن الأبراج كلها بتدعمكم في شهر جون اللي هم كوكب المشتري قصد كواكب كلها بتدعم كوكب المشتري كوكب الزهرة كوكب المريخ الكواكب دولت بيدعموكم وبيدوكم حركات إيجابية بيدوكم قطقة إيجابية بيدوكم مفاجآت حلوة في حياتكم المادية أو في رزقكم أو في باب رزقكم يا بورجي الخامد طيب أنا عايزة بس من بعد يوم 21 ممكن يكون عندكم شوية أجزاء سلبية شوية أجزاء مثلا تحس انت مودك مش حلو مش مبسوط متعصب تحس ان فيه يعني الدنيا مش مشة معاك قوي وخاصة في الشغل أو في طاقتك العاطفية فعايزاكم أي حاجة عايزين تخلصوها أي فكرة عندكم عايزين تعملوها حاولوا أن انتوا تنجزوها في أول 21 يوم يا بورجي الحامد طيب يبقى بعد يوم 21 بقى عايزاكم تريلاكسوا بلاش شغل كتير يعني ممكن شغل ما ببقاش حلو قوي أخدوا أجزاء بقى سفروا أعملوا أي فن أعملوا هواياتكم بس أبعدوا عن الطاقة السلبية طيب في حد زي ما طلبتوا مني نحنا نقول مين هم الأبراج صاري الأيام الأكثر حظوا الأيام الأقل حظ هنقولها في آخر الفيديو تعالي الكلمة عن عاطفيا عاطفيا أن الناس المنفصلة شايف عندكم رجوع لشخص بيحبوك ورجوع بس بعتاب يعني في شخص عندكم راجع لحياتكم العاطفية وخاصة لو برجه مائي زي برج الحود زي برج السرطان زي برج العقرب أو برج ترابي عذراء طور أو جدي شخص ده راجع بس أنا شايفة فيه عتاب شايفة فيه لون من الطرفين شايفة أن الشخص ده كأنه بيقولك أنا بعدت ليه كأنه بيقولك أنا مشيت ليه أو أنت كنت منتظر الشخص ده كنت منتظر منه زي justification أو justification أو يعني يعني كأنك بتسأله أنت كنت فين كنت فين غايب علي من سنين فأنا شايفة أن برج الحمل عندك فرصة بس أن شخص يرجع لكم من الماضي وعندك شخص جديد ممكن يدخل حياتك بس أنا شايفة أن برج الحمل مش مهتم بشخص جديد أنت متعلق أكتر بالشخص بالشخص متعلق أكتر بالشخص القديم أو بالشخص من الماضي بس الشخص اللي جاي لك من الماضي انا شايفة ان هو يبقى عنده عنده كلام كتير عايز يقوله فمطلوب منك ان انت تسمعي بورج الحمل ممكن يكون عنده هو كمان كان زعلان منك انا شايفة ان كان فيه زعل من الطرفين او فيه عدم فيه كأنك انتو مش متفاهمين كأن انتو ما فهمتوش بعض فيه سوق تفاهم حصل او كل واحد فيكو افتكر حاجة فكل واحد فيكو ري اكتب بطريقة معينة قولوا لي يا بورج الحمل هل المنفصلين هل أنتو ثانية شخص جديد ولا انتو عايزين ترجع له الشخص القديم بس انا شايفة انتو لازم تتكلموا عشان تقربوا من وجهات نظر يا بورج الحمل انا شايفة ان بورج الحمل انت محتاج تستشفي محتاج ان انت تخرج برا اي طاقة سلبية عندك بورج الحمل هم ملوك الطاقة الايجابية يا جماعة فعايزيكو تتخلصوا من اي انرجي وحشة من اي انرجي عملوا ميديتيشن روحوا عملوا يوجا روحوا الجم انسلوا لعب الرياضة حاولوا اي طاقة سلبية واي طاقة ناجتف بتأثر عليكم بطريقة سلبية ان انتو تخرجوا من اهتم شكلك بورج الحمل بيحب الاهتم اعملوا نيو لوك غيروا لون شعركو غيروا الستايل اشتروا هدوم جديدة اعملوا هواية بتحبوها بس حاولوا تخرجوا برا الطاقة السلبية اما الناس المرتبطة فعايزة بس احذركم خاصة اخر اسبوعين في الشهر من اي انفصال او اي مشاكل او اي خناقات علاقة ان اوف غيرة شك يعني ممكن تكون علاقتك مش مستقرة مع البرتنر بتاعك ويحصل خناقات او انفصال ما بينك وما بينه بسبب طرف تلت الطرف تلت مش لازم يكون شخص اخر ممكن تكون بسبب مشاكل عائلية او بسبب شك غيرة فحاول ان انت لو حاصلت ان في مشاكل بينك وبين البرتنر بتاعك حاول ان انت يعني تقلل عصبية بورج الحمل تقلل هجومية تقلل نرفازة وحاول ان انت تقرب المسافات بالبرتنر بتاعك وتحاول ان انت كمان ما تدخلش العلاقة لازمة يعني حاول انت تمشي الدنيا بورج الحمل عادي يا ليلة طيب اما الاشخاص العزاب فشايف فيه شخص جديد او حب جديد بيطرق بابك وخاصة يعني ممكن يكون بورج السرطان او بورج العزراء او بورج التور او بورج الاسد او بورج الميزان دي او براجل الظهرة الشخص ده شخص بيحب شغله جدا شخص حازم شخص شخصيته قوية شخص مانجر ممكن يكون مدير عنده شركة صاحب شركة عنده ناس مسؤولين منه شخص يعني مش سهل ان انت بتفهمه شخصيته قوية شخصيته ما بيعبرش عن مشاعره بسهولة دي صفات الشخص القادم الى حياتك زي ما قلت ممكن يكون ترابي فالاشخاص السرطان كده العزراء كده التورك كده الجدي كده يعني برضو الميزان يمكن وحيد الاسبريس فيهم بس الشخص ده هو شخصيته قوية شخصية يعني ليها هيبة ليها مكانتها في المجتمع بيحسب كل خطوة بيعملها راحة فين وجايا منين شخص عنده قدر في المجتمع ممكن يكون برضو امكاناته مادية كويسة جدا زي ما قلت انه هو ممكن يكون مديرا عنده بيزنس عنده 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 امكانيات شخص عنده امكانيات كويسة جدا جدا والشخص ده هيبقى مواجب بيك جدا يا برج الحمل ومواجب بطاقتك الايجابية بحيويتك خص ان انت بتديله انرجي بتديله وده حقيقة اي حد يعرف برج الحمل اللي هو بيديله انرجي فهو هيبقى مبسوط قوي انه بيقرب منك بس حاول ان انت يا برج الحمل باتتقلش عليه ان الشخص ده لو انت تقلت عليه ممكن تخسره ومعروف ان برج الحمل تقيل شوية وخاصة في بداية علاقاته فحاول ان انت تزبط مع شخص ده لانه هو بيحبك جدا وهيبقى عايزك وهو شخص مش بيلعب يعني هو مش بلاير يعني وانس ان هو يحس بالعلاقة هبقى عايز ارتبط بيك يا برج الحمل فخليك على طبيعتك معي خليك down to earth معي خليك يعني يعني خليك صريح خليك open معاه وبلاش mind games بتاعتك يا برج الحمل طيب على نطاق المال شايف عندكم فرص حلوة جدا شايف عندكم مصدر دخل كويس داخل حياتكم او فلوس ممكن تكون جايلك فلوس حلوة جايلك من بره يعني شايف عندكم it's like يعني كأنه مصدر رزق جديد بتفتح لك الناس اللي بتدور على شغل ممكن تلاقوا شغل كويس بس اكتهدوا في البحث يعني متفضلش قاعد مكانك كده أنا مش بيجيلي شغل ليه أنا ما عنديش opportunities أنا ما عنديش فرص لا دير بست ودور على شغل هتلاقي فرص وهتلاقي فرص خلوة كدا جدا جايلك اما علن الطاق العمل فخلي بالك يا برج الحمل من اشخاص بتستغلك في الشغل اشخاص بتستغل اشخاص بتلعب عليك mind games اشخاص مش كويسين خلي بالك من زملائك في العمل ممكن حد يعمل فيك مقلب يتكلم عنك بشكل مش كويس لمديرينك او للمسؤولين عنك كمان خلي بالك انت ممكن تضطر تسيب الشغل بسبب حد يعمل فيك موقف في زعالك او يضايقك كمان الحاجة التانية ان انت عندكو تغيير في العمل يعني الناس اللي بتشتغل ممكن يجيلك فرصة عمل افضل او احسن او ممكن تغير شغلك او ممكن تغير مثلا من department ل department تاني من مكان لمكان من فرع الفرع من قسم لقسم او تغير شغلك كله لمعظم الناس بس شايفة ان التغيير هيبقى تغيير ايجابي يعني مهما ان غيرت شغلك فهو افضل بكتير جدا وشايفة عندكو كمان او حاجات حلوة مفاجآت حلوة في العمل فشايفة ان هو حتى لو حصل التغيير فالتغيير ده المصلحتك ممكن يجيلك برضو مصدر رزق عن طريق مكافأة بونس فلوس جديدة جايالك ترقية فتس جود فور يو يا بورج الحمل طيب انا شايفة كمان ان المشتري بيتنقل لبورج الحمل فده بيخليك زي ما قلنا في اول سنة ان بورج الحمل هو اكتر حزم في النص التاني فكوكب المشتري هو كوكب الحز بيدعمك ان هو بيتنقل لبورجك يا بورج الحمل فتس انرجي وهو شهر حلو جدا 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 طيب الايام الاكتر حزم بالنسبة لبورج الحمل هو يوم تلاتة اخر النهار يوم اربعة خمسة تلاتاشر اربعتاشر واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين الايام الاقل اللي لازم تحذر فيهم وطقتك ممكن تكون منخفضة فيهم يوم تلاتة يوم تمانية يوم تسعة عشرة خمستاشر ستاشر والايام اللي لازم تاخد بالك منها كويس اوي 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 انت ممكن يكون طقتك قليلة اوي هما يوم تسعتاشر اتنين وعشرين تسعة وعشرين تلاتين بذكركم يا رب الفيديو شكرا عجبكو بحبوكو جدا بورج الحمل قولولي فعلا انتو حسنين ان شهر جون افضل بكتير من شهر من شهر مايو ولا لا نصحتي ليكو خليكو صدقين خليكو يعني عبروا ع مشاعركو خليكو متوضعين يا بورج الحمل ادوا فرص لشخص اللي رجاي لكم الماضي و شخص جديد جاي لكم يعني خليكو على طبعتكو Thank you I love you all بحبوكو جدا جدا قولولي تحبو نتكلم عن بورج هديكو option بورج القوس بورج العزراء بورج التور بورج الجوزاء دولة الابراك اللي لسا اخنا ما تكلمناش عنه شكرا بحبوكو اه والعقرب كمان اختاروا بورج لتحبو نتكلم عنه قولولي احسن وقت نعمل فيه الفيديو Thank you bye مع السلامة